موسيقى ان هو يكون شخص متفاهم ومتقبل ليها ان هو يكون بيشاركها في الحياة وبيحتويها الراجل ده أبان نفس كونسبت كده أبابا أي مشكلة تلاقيه دايما التمؤنان الحنية ان هي تكون معايشة مع حد فهمها بيشجع على الحياة ويدعمها ويقف معها في كل حاجة الستاتة عندها فوبيا غادر الرجالة أعتقد قوة شوية من كتر الحاجات اللي احنا بنسمعها حصلت لها غادر مرة واحدة خلاص انا مش مقامنا الحاجة تاني فيه كتر قوي بيبصوا برا وفيه الناس برضو محترمين بتسون نسبة 90% أو بيحسوا ان هم يعني ممكن في أي لحظة يغضروا بيهم مما الستاتة تقول انها مش حاسة بالأمان هو حاسة ان في أي لحظة ممكن يبقى فيه أزا في أي لحظة ممكن يسيبها كانت منتظرة ان الحياة يكون فيها شركة وحد حيسس بيها شخص اللي معايا مش بيحبها قوي أو بيخونها أو بيتسلى بيها هي خايفة من الشخص اللي قدامها أو الشخص اللي قدامها مش قادر يوصل لها كونسبت الأمان بطريقة صحة مش لقيها وقت الجد أو مش لقيها ظهر لها وهذا ده في مكانها اللي مفروض تحس بيه في الأمان هي مش حاسة اعتقد اللي بيحس بيحس بيه الأمان أكتر الحب أكيد مش الفلوس اذا انا مش حاسة بالأمان احب ازاي اعمليه لو عايشة في قصر مع واحد ما بيحبنيش متوقع منه اي رد فعل شرس نحيتي الحب قادر انه هو يوصل لها الأمان أكتر لأن الطبيعي الشخص ما بيحب بيأتم من الشخص اللي قدامه الاثنين لو فيه الحب وما فيش الفلوس اي ربك مش هتكمل هيتخنقوا بسبب مسائل المادية وإي حاجة يعني الحقيقة كلام محترم جدا البنات كلها يعني ما شاء الله سنهم صغير بس عندهم عقل كلهم ما شاء الله مش مقامنين للرجال ولا واحدة عاملت ولا واحدة يعني كلهم عندهم ثقافة ان انا النهاردة لو حتى مع راجل وهو بيحبني وبيموت فيا انا برضو ممكن ما يبقاش عندي حتة الأمان وحتة ان انا في ثقة كافية اننا النهاردة الراجل اللي معايا ده هيبقى يعني مخلص مية في المية ده برضو بيرجع تاني وانا متأكدة من حاجة زي الكده للرجل الراجل النهاردة لو محسس الست بالأمان ومحسس الست ان هي قدي ايه معاه مرتاحة ومبسوطة وبديها طول وقت ثقاف نفسها بديها أفكار حلوة الكلام ده كله هينطبق عليها ده برضو ما يمنعش ان زي ما قالت فرح فيه بنات وفيه ستات متوصل للرجل من كتر الزن والشك وهات موبايلك وتفضل تعمل تحريات كده من ورا دهره بيوصل ان هو ينفجر شكرا خلاص انا انا هعملك بقى اللي انت عايزة مش تعايز انا خونك هخونك يا ستي يلا بقى كفية يلا بقى هدي كفية أفكار متشأمة خلاص كفية